السيدات والسادة مساء الخير العديد من الكتاب والمحللين المصريين والغربيين اعتبروا أن ما يجري في غزة في الأسابيع الأخيرة هو من أكثر الجرائم الوحشية بحق المدنيين في التاريخ قالوا أن هناك أجيال جديدة من الأطفال والشباب في منطقتنا والعالم يشاهدون الآن لأول مرة بالصوت والصورة على شاشات التلفزيون مجاهد عنف وقتل ودمار لتنمح من ذاكرتهم إلى الأبد ووسط كل ما يجري حولنا الآن مازالت الأسئلة الصعبة تلح علينا كيف نفهم ونستوعب ما حدث بأبعاده التاريخية والحضرية والإنسانية كيف ننظر إلى هذا الفصل الدامي في عمر الصراع الطويل على أرض فلسطين كيف نقيم مواقف العالم من حولنا الحكومات التي تكيل بمكيالين الشعوب التي خرجت بالملايين في مظاهرات الاحتجاج المنظمات الدولية العجزة والمكتوفة الأيدي أمام أطول احتلال عنصري في العصر الحديث وأخيرا إلى أين ستتجه المنطقة بعد أن تهدأ أصوات المدافع سلام وحقم للدماء أم مزيد من الحروب ومزيد من العنف والدمار اليوم في حديثنا من مصر نصدف مفكرا كبيرا وأستاذا جليلا في العلوم السياسية نحاول أن نقرأ معه بعيون مصرية ومن زاوية المصرحة الوطنية سيناريوهات المستقبل مستقبل الاحتلال مستقبل الفلسطينيين على أرضهم ومستقبل المنطقة حديث جديد من مصر أهلا بكم